اسم الدرس أتدرب على حل المسائل أولاً هيئة وكالة عقارية أرضاً مستطيلة الشكل بعدها بالسنتيمتر على تصميم وفق السلم واحد على ثمانمائة عشرون فاصل خمسة وستة عشر وقسمتها وفق الجدول التالي طرقات قيسم ساحتها بالمتر مربع خمسة آلاف ومئتان وأربعون أصغر من مضاعف لواحد وأربعين أصغر من خمسة آلاف ومئتين وخمسين مساحة خضراء قطع مربعة الشكل قيسطول ذلعها على نفس التصميم بالسنتيمتر أربعة فاصل خمسة مساحة مخصصة للبناءات ما تبقى من المساحة الجملية للأرض المهيئة؟ ما قيس مساحة الأرض المهيئة بالهكتار؟ الإجابة لمعرفة مساحة الأرض المهيئة بالهكتار نبحث عن الأبعاد الحقيقية لقطعة الأرض الطول الحقيقي 20.5 في 800 سنتيمتر يساوي 16400 سنتيمتر يساوي 164 متر العرض الحقيقي 16 في 800 سنتيمتر يساوي 12800 سنتيمتر يساوي 128 متر المساحة المساحة الطول في العرض يساوي 164 في 128 يساوي 20.992 متر مربع يساوي 2.0992 هكتار ما قيس المساحة المخصصة لكل عنوان من عنوين الجدول بالمتر المربع ثم بالهكتار الإجابة 5250 على 41 يساوي 128 والباقي 2 إذن المساحة المخصصة للطرقات 128 في 41 يساوي 5248 متر مربع يساوي 0.5248 هكتار المساحة الخضراء الظلع الحقيقي مربع 4.5 في 800 يساوي 3600 سنتيمتر يساوي 36 متر 36 متر يساوي 1296 متر مربع يساوي 0.1296 هكتار المساحة المخصصة للبناءات مساحة الأرض المهيئة إلا المساحة المخصصة للطرقات مع المساحة الخضراء 10.992 إلا 5248 مع 1296 يساوي 14.448 متر مربع يساوي 1.448 هكتار ثانيا اقتنى مواطن من شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية شقة مستطيلة الشكل بعدها بالسنتيمتر 4.8 و5 على تصميم منجز وفق السلم 1 على 200 دفع فيها مقدما بالمليم 2.549.760 والبقية أقصات شهرية متساوية على 20 سنة تحمل فاتورة الاستخلاص الشهري العناوين والمبالغ التالية العناوين المبلغ بالدينار أصل الدين 101.834 الفوائض 48.621 تأمين على الحياة 4.645 تأمين على الحرائق 0.396 جملة المبلغ المطلوب ماقيس مساحة الشقة بالمتر المربع الإجابة الإجابة 4.8 سنتيمتر في 200 يساوي 960 سنتيمتر يساوي 9.6 متر المساحة 10 في 9.6 10 في 9.6 متر المربع ما ثمن كلفة هذه الشقة؟ ما ثمن كلفة هذه الشقة؟ يجب حساب المبلغ 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 المطلوب الشهري والبحث عن مقدار الأقصاط المبلغ 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 المطلوب الشهري مقدار الأقصاط 155.496 في 20 في 12 يساوي 37.319.040 دينار كلفة الشقة 37.319.040 مع 2549.760 يساوي 39.868.800 دينار أثبت أن ثمن المتر المربع الواحد من هذه الشقة 415.300 دينار الإجابة كلفة المتر المربع الواحد كلفة الشقة على المساحة 39.868.800 على 96 يساوي 415.300 دينار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر